حدث اهم يعني واكب ايضا يعني شبر فتاح حدث اهم ايضا وهو مدينة مصر الدولية للالعاب الاولمبية والنهاردة كانت زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعسكر منتخب مصر ويمكن كان فيه بعض اللقطات اللي كانت متواجدة بشكل واضح جدا على السوشيال ميديا ودعباته مع بعض اللاعبين ونجوم الفريق ولكن دي طبعا يعني الزيارة لسيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع طبعا دكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضة والاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد ودي لقطات بتشوفها للمدينة ربما بتعرض ما شافهاش كثير من جماهير كرة القدم المصرية في زيارة تفقدية للانشاءات اعتقد فالس لوحة فنية جميلة جدا طبعا زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة كانت مهمة جدا يا اسامي وانا عايز اقول ان انا يعني شفت الفيديوهات والمشاهد اللي تم عرضها كان بيصدها الطبع الودي يا اسامي يعني الطبع الودي اكتر منه بقى الصفة الرسمية او وجود المنتخب كنا بنشوف قبل كده في اوقات كتير يعني كان المنتخب بيرجع من البطولة محقق الانجاز بيحصل زيارة للسيد الرئيس انما احنا هنا بنشوف قبل البطولة وانا بشوف ان دي مسئولية على اللاعبين فكرة زيارة الفريق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي طبعا في وجود سيد الوزير اشرف صبحي الدكتور اشرف صبحي والسيد جمال علام رئيس الاتحاد اعتقد يعني زيارة السيد الرئيس قبل البطولة بتحمل اللاعبين مسئولية انت مش راجع ففيه انجاز في الله بنحتفل بيه لا ده قبل البطولة السيد الرئيس بيروح بيحط على اللاعبين مسئولية مهمة جدا بيحسسهم باهمية الشعب ومنتظرهم البطولة وانا شايف ده شيء مهم جدا وزي بقولك الطبع الودي كان ظاهر جدا في التعامل من السيد الرئيس مع اللاعبين وكمان الحدث فيما يخص استاد مدينة مصر الدولية بالعاصمة الادارية صرح رياضي بيضاف للدولة المصرية واعتقد يخلينا نطبح بقى ان احنا يا قسامة نتكلم بجد نشوف حالة استاداتنا الاخرى على نفس الكفاءة وعا نفس النمط ونتطلع لاستضافة بطولات طليق بمصر وطليق بقوة الدولة المصرية واسمها التاريخي ومكانتها في أفريقيا بشوف ان انت لازم يكون لك الرياضة كعادة الدولة المصرية طبعا ودي طبعا مدينة فارس ألعاب أولمبية يعني تقدر ان انت يعني شايف زي ما حضرتكم شايفين مشهد رائع جدا مزيد من ألعاب وملاعب يتم التدريب عليها وكمان ملاعب لألعاب أولمبية كتير جدا تقدر تصديف في الحقيقة أولمبياد ودي طبعا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نجوم منتخب مصر وزي ما قال فارس هي بتحمل اللاعبين مسئولية وأنا هنا أضيف أيضا هي بتوصل رسالة مهمة جدا لدور منتخب مصر بالنسبة للدولة المصرية ده دور مهم جدا وبالتالي ننتظر ان شاء الله كالعادة اللي بنشوفه من رجال المنتخبات وتحديدا منتخب مصر كالعادة على مر العصور بيطلعوا أقصى ما لديهم تيشرت منتخب مصر شرف كبير لأي لعب ربما بعض المنتخبات بنشوف مشاكل كتيرة جدا مع لعابيها اللي بيكون الاحتراف بالنسبة له ما فارس أهم من تيشرت المنتخب ومنتخبات كبيرة ولها تاريخ ولها باع في قارة أفريقيا ولكن الحقيقة لم نجد حالة أو حالات مع لعابي منتخب مصر ممكن يفضلوا نادي على المنتخب فارس كان دايما طول الوقت مهما كنت درجة احترافيتك بنشوف محمد صلاح بنشوف مصطفى محمد كنا بنشوف طبعا كابتن هاني رمزي وقت تقلقه كابتن أحمد حسن كان دايما وأبدا منتخب مصر لوق الأولوية على أي نادي أوروبي أو أي نادي غير أوروبي وطبعا هنا في مصر اللعيبة اللي بتلعب في الأندية المحلية لما بيتم استبعادهم من منتخب مصر كأن حادثة غير طبيعية حصلت لهم فكل التوفيق للعبي منتخب مصر ودي طبعا كلمة السيد الرئيس وطبعا أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد عندي طبعا يعني أنا اتفرجت كويس على المشهد وزيارة السيد الرئيس عايز أعلق على حاجتين محمد صلاح ومحمد صلاح رسالته وحواره مع السيد الرئيس عبد فتاح السيسي عنده هدف واضح جدا وأنا حسه من قبل البطولة حمد صلاح عايز يسيب بصمة مع المنتخب هو ساب بعض البصمات في التأهل لكس العالم ولكن أعتقد هو عايز يحب البطولة مختلفة لما سرته مع المنتخب يا أسامة إن أنا حقق لقب أمم أفريقيا مهمة جدا وكان باين في الكلام وكان باين يعني إن هو عايز يوعد بدا وعايز يقول إن أنا أقدر أعمل ده وكمان طبعا يعني طلب السيد الرئيس من اللاعبين إن هم يرجعوا بكرة البطولة مع التتويج أعتقد يعني ده مسؤولية كبيرة وعايز أضيف برضو نقطة فارس لأن في بعض الأوقات طبعا يعني محمد صلاح لعيب علامي ونجم كبير يعني عمل تاريخ كبير جدا في الملعب الأوروبية ولكن في بعض الأوقات بنشوف دور لتريزيجيه أنا وإنت بتتكلم لقطة التريزيجيه وهو بقوله مرتين أنا وصلت لإنهاء مرتين جات في زهني على طول الحقيقة لأن أتمنى أيضا إن اللعيبة دي أو الجيل ده يتحطي فعلا في السي في بتاعهم أمم أفريقيا يعني تخيل عندنا حارس بكفاءة وقدرة محمد الشناوي إنه يكون أفضل لعب داخل قارة أفريقيا 2022 ويكون أفضل حارس في قارة أو من أفضل ثلاث حراس في قارة أفريقيا 2023 ويكون السي في بتاعه مفيش في بطولة أمم أفريقيا برغم إنه لعب كأس العالم كأس العالم وتقلق وحصل على جايزة لعب المباراة لعب أولمبياد وتقلق أيضا فلعبين كتير في الجيل ده محتاجين إنه هم يتوجوا فارس مجهودهم ومشوارهم بتحقيق اللقب ولسه طبعا مع كلمة السيد الرئيس مع لعبي المنتخب المصري يعني أتمنى يا أسامة يكون اجتهاد اللعبين وما يحققوه في الملعب على قدر طموحات الشعب المصري اللي أعتقد الرسالة كانت واضحة من القيادة السياسية النهاردة وتحميل اللعبين المسئولية وأتمنى أتمنى إن إحنا نعمل حاجة ونحقق اللقب أو نوصل لبعيد في البطولة وإحنا قادرين قادرين كفريق وقادرين كاستعداد وأنا بقول الشعب المصري يعني يستحق فرحة على المستوى الرياضي بنشوف النادي الأهلي على مستوى الأندية إزاي طول الوقت بيقدم البسمة لمشجعي ولكن المنتخب وضعا مختلف المنتخب يعني ملك الجميع مش بنتكلم على نادي بعينه بيفرح أو جمهور محدد بيفرح فأعتقد مهم ده إن إحنا نشوفه من المنتخب وأعتقد كلمات السيد الرئيس بتحمل اللاعبين المسئولية اللي أتمنى إن شاء الله يكونوا عند حسن الزمن نتمنى طبعا يا فارس وإن تمنى تبقى رسالة واصلة الرسالة دي واصلة لبعض المسئولين في الأندية الرياضية يا جماعة أنت هنا منتخب مصر أنت هنا لازم تكون على قلب رجل واحد هي ده ده اللي بيحقق البطولة الحقيقة بيعجبني برضو الفيديوهات اللي صدرت من يعني الاتحاد المصري منعم وزيز ويدخل مصطفى محمد اللقطات اللي بنشوفها بين اللاعبين وللبعض بيحاول أنه يعني يصنفها بألوان ولون أبيض ولون أحمر ولون تيشرتات مع منتخب مصر دايما وأبدا خليك بتدعم المنتخب مختلف مع بعض اللاعبين أنت مشجع لنادي أهل يمشجع نادي زمالك لكن في النهاية ده منتخب مصر فنأمل إن شاء الله أن الفريق يرجع بالبطولة ونأمل نشوف بقى المشهد ده بعد العودة بإذن الله بالبطولة يعني ده قبل البطولة رسالة وكلمنا فيها لكن نتمنى نشوف بقى بشكل مختلف أن نفس المشهد ده يتكرر ومعانا كأس البطولة بإذن الله